لو. ايوة تفضل سني ام شيعي? انا شيعي. ايه تحب تشارك معنا في موضوع الحلقة? لأ انا ما اريد شعب. طيب. يعني ما العايز ايه? اي. بس انا اريد اطلب من عندك طلب واحد. طيب خليك معي اتصل تاني معلش. اتصل تاني بس هارد على المعمم ده. تفضل ما هو طلبك? لو. ايوة اسمعك تفضل ما هو طلبك? ايه طلبي 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 انه انت من اه تخابر واحد. وتحت شوية واحد. من الشيعة شوية تحسن اخلاقك. طيب حضر بس انا ما بقى اشتمش. هو الشيتيمة عندكم انتم. انت عندكم رواية في كتاب الكافي. وذكر الخوي اذا رأيتم اهل البدع او اهل الريب والبدع من بعد فاكثروا البراءة منهم وسبوهم وباهتوهم. انت شفتني بتسيب قبل كده? بس مرخستك. بس مرخستك. انا ما لي دخل لا بالشيعة ولا بالسنة. انت شفتني بسيب? لا لا انا انا اصلا صلاة بس انا اجيل لك مسألة اخلاقية. طيب الله يهديك. طب انت بقى اترك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرق بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقط ايه? فانا مش عايزك يعني ايه بالله عليك قبل الاخلاقيات بقى في حاجات اعلى. يعني ما ينفعش ان انا ابني بيت على اش. يعني الاعمدة اش. لابد ان انا ااسس تأسيس حلو. طب انت ما بتصليش لي يا حبيبي. انا نصيحة ليك ما بتصليش ليه? اجيل لك انا انا ما اردب اصلا بالدين. انا مو يم بالدين. بس انا شني شوي لاحظتي. يعني اتا ماتت مجال للشيعة ابت. طب انا بعتك مجالة هو. قول لي بقى انت لما بتصليش? لا. اه? قول لي انت لما بتصليش? لماذا لا تصلي? انا انا هذا الشيء خاص بي. لا انا الا. لماذا لا تصلي? لا لا. رحمة الله والديك. رحمة الله والديك. انا بس انا بس اردجلك يعني شوي تحسن اخلاقك. شكرا. شكرا. شكرا لك على هذه النصيحة. اشكرك انا اشكرك. طيب انت بقى ما بتصليش ليه? قالوا بعد هذا الشيء يا الله. لا اه اه حاول حاول تبدأ بالصلاة كده ان شاء الله. ونصيحة ليك. ان شاء الله. نصيحة ليك. ان شاء الله. تودق وضوء اهل السنة. واغسل قدمك. وقم وصلي وقف بينادي الله تبارك وتعالى تشعر براحة وتمأمين. وشكرا على نصحتك وان شاء الله حسن اخلاق ان شاء الله. رحمة الله والديك. رحمة الله والديك. الله يحبك. ايه. مع السلام. اقل ما تفعله الان بعد هذا الفيديو انتظت اعجاب. وتشارك رابط الفيديو. ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.